بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه هياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتداء لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى آخر درس في الفصل الدراسي الثالث بحول الله تعالى ولكن هذا الدرس سيكون مقسوما على جزئين سنأخذ الجزئية الأولى في هذا الدرس والدرس القادم بإذن الله نستكمل بقية الموضوع وقبل أن نبدأ في الجزئية الأولى من درس صلاة الجماعة دعونا نتذكر أهم العناصر التي مرت معنا في الدرس الماضي وسبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن مكروهات الصلاة وقلنا أن هناك أمور يفعلها المصلي وهي في الأصل مكروهة وقلنا أن مكروهات الصلاة تنقص أجر المصلي ومن تلك المكروهات الالتفات بالوجه والصدر لغير حاجة تغميض العينين لغير حاجة العبث وهو فعل ما ينافي الخشوع والإطمئنان مثل الحركة لغير حاجة والعبث بالساعة والثوب والغترة أيضا الصلاة حال مدافعة البول أو الغائط أيضا الصلاة بحضرة طعام يشتهيه أيضا الصلاة عند مغالبة النوم وذكرنا أيضا أن تعريف مكروهات الصلاة هي ما تنقص أجر المصلي ولا تبطل الصلاة وتحدثنا عن الخشوع في الصلاة وأن الله قد امتدح المؤمنين بذلك فقال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وأن الخشوع في الصلاة هو حضور القلب بتدبر القراءة والذكر وخشوع الجوارح بعدم العبث أو كثرة الحركة أو الانشغال مثل تعديل الملابس والتثاؤب وفرقعة الأصابع وغير ذلك وذكرنا أيضا الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة وذكرنا منها محبة الله وتعظيمه ورجاؤه والخوف منه أيضا استشعار الوقوف بين يدي الله عز وجل وإظهار الذل والانكسار له سبحانه من ذلك أيضا الحضور إلى الصلاة مبكرا من ذلك المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار من ذلك الانشغال أثناء انتظار الصلاة بذكر الله وقراءة القرآن من ذلك الحرص على تطبيق السنن القولية والفعلية في الصلاة من ذلك تدبر معاني ما يقرأه المصلي أو يسمعه من إمامه من تكبير وتسبيح وتحميد وتلاوة من ذلك ذكرنا تجنب ما يشغل المصلي عن الخشوع في صلاته الآن إخواني وأخواتي ننتقل سويا إلى درسنا الجديد سيتحدث عن صلاة الجماعة أولا دعونا نتعرف على فضل صلاة الجماعة هل لصلاة الجماعة فضل؟ الجواب نعم لها فضل وهذا الفضل قد ذكر في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني الفرد بسبع وعشرين درجة والدرجة بعشر حسنات إلى والله سبحانه وتعالى يضاعفها إلى أضعاف كثيرة فتخيل الفرق بين أن تصلي في جماعة وأن تصلي لوحدك وهذا لا شك أنه فضل عظيم بين يديك فيستغل الإنسان هذا الخير ويحرص على صلاة الجماعة لأنها فضل كبير نقول من خلال أو من هذا الحديث نعرف أن فضل صلاة الجماعة كبير وأن أجرها عظيم والآن ننتقل إخواني وأخواتي إلى فوائد صلاة الجمعة والجماعة وأهميتها في الإسلام فنقول في اجتماع المسلمين لصلاة الجماعة خمس مرات في اليوم والليلة فوائد وحكم عظيمة من هذه الحكم والفوائد إظهار عز المسلمين باجتماعهم وتوحدهم خلف إمام واحد من ذلك التقاء الجيران ورؤية بعضهم بعضا من ذلك أيضا التآلف بين الجيران وزيادة الترابط بينهم هذه من جملة فوائد حضور صلاة الجماعة نأتي الآن إلى حكم صلاة الجماعة ونقول صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد إذن حكمها واجبة على الرجال في المسجد ما هو الدليل على ذلك؟ هناك عدة أدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب صلاة الجماعة في المساجد من ذلك قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين هنا أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالركوع مع الراكعين والمراد لا شك بذلك الصلاة مع الجماعة والأمر يدل على الوجوب أيضا من الأدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام فلما ولا دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب هنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضور الجماعة في المسجد مع أنه أعمى ليس له من يقوده إلى المسجد فغيره من باب أولى إذن هذا دليل على أنك إذا سمعت الأذان يجب عليك الذهاب إلى المسجد والصلاة في المسجد مع الجماعة أيضا من الأدلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر إذن هذه أدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة كلها تدل على وجوب الصلاة جماعة في المسجد بالنسبة للرجال الآن نأتي إلى أقل الجماعة نريد أن نحدد أقل الجماعة من خلال الصور هل أقل الجماعة خمسة أو ثلاثة أو إثنان الجواب أحسنتم أقل الجماعة إثنان أقل الجماعة إثنان الإمام وشخص معه نأتي إلى ما تدرك به الجماعة تدرك الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام بإدراك ركعة مع الإمام وبماذا تدرك الركعة تدرك الركعة بإدراك الركوع وهنا نقول سريعا أن هناك فرق بين الركعة والركوع فالركعة تشمل الركوع وتشمل السجود وتشمل الجلسة بين السجدتين هذه كلها تسمى ركعة هذه الركعة كيف تدرك؟ تدرك بالركوع تدرك بأن يركع مع الإمام نأتي إلى هذا التمرين نقول دخل سعود والإمام ساجد في الركعة الأخيرة أدرك الركعة أم لم يدرك الركعة؟ الجواب أحسنتم لم يدرك الركعة لأنها تدرك بإدراك الركوع دخل صالح مع الإمام وهو راكع في الركعة الأخيرة أدرك الجماعة أو لم يدرك الجماعة؟ أحسنتم أدرك الجماعة إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد انتهينا من الجزئية الأولى من هذا الدرس والجزئية الثانية سنأخذها في الدرس القادم بحول الله نلتقيكم على خير نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته